مرحب دكاتر اشلونكم راح اشرح لكم اليوم الكيس شيت ماتل بريو بشي بسيط يعني طبعا هاي ما لجامعة الاسراء ايامي الطالبة من طلاب جامعة الاسراء طلبتها فراح اشرح لكم ياها يجوز هي نفسها ببغداد يجوز هي نفسها باقي الكليات حتى لو نفسها ترى نفس النمط خلني نقول تمام راح نبدأ وشي يجينا البيشنت ناخذ معلومات مالته البيشنت نام ايجوكيشن اتشيف منتشقد واصل بالدراسة ما دراسة اكيوبيشن شنو وظيفته وعمره تكتبون نبدأ بالشي في كومبلاين ليش جاينا البيشنت راح نسأله ممكن يقولي دا يصير عندي بليدينج نزيف اثناء التفريج خاني نقول ناخذ انقشر على البليدينج ممكن انبليزنت تيست يعني شنو يعني متغير طعم حلقة ممكن هاليتوسز يكون عنده باد اودور ريحة ما طيبة اوكي ممكن باين دا يصير عنده باين بالعظام باللثة ممكن دراي موث حلقة يابس فانقشر عليه او التر جنجيفل ابيرانس يعني تغيير بالجنجيفة مالتا صاير مثلا جنجيفة منتفخة جنجيفة مالتا صايرها هايبربليجية يعني زايد عن اللزوم نام صاير بيان نمو دا يشوف السن مالتا دا يتحرك من وراء البرودونتايتس خاني نقول مثلا ميجريغيشن ووفتيف يعني السن مالتا جاي يمنى يسرى ميجيال ديستال اللي يقدامي ونسوي ميجريغيشن ميجريغيشن يعني متغير مكان السن اوكي هايبرسنستيفتي اسنان كلش سنستيف للهواء والمي البارد اذا اولا واحدة من هذولة اذا مراد جاي يقولكم والله اني بس اردشير الستين بس اردشير الكالكولوس فمجرد تكتبون لي جواستين ريموفين او كالكولوس ريموفين عدنا باس دينتال استري يجينا البيشنت اشوف هو قبل ريجولر لو الريجولر داي سوي فيزت للدينتست يعني خليقوا المنتظم لو اثناء الامرجنسي بس اثناء الالم واذا يسوي توث برشين اي او لا وهش كم مرة باليوم اوكي ويوز اوف انتردينتال ايدز يعني مثلا الانتردينتال براش او الفلوس او الواتر ارغيشن هل يستعمل هذولة لا لا فاذا اي اوكي وتكتبون التايب اللي هو دايستعمله اذا لا وفوها فارغا اش وقت اخر مرة جاي ومعالج مثلا مسوي سكانينج بولشينج ابسط شي اش وقت اخر مرة مسوي تمام هابت اند ساينز او سترس شنو الهابتات براجزيم يتجز على اسنانه قوي كلنشينج يعني يضغط قوي ويحرك اسنانه سموكينج مدخن وهلي صار عنده اثناء السترس لو ما يصار عنده هذا كله اخذ من عنده تسل البايشنس ميديكال هستري هل هو سينسيتف ان ابنورمال ري اكشن تو دراجز اذا هو عنده حساسية من نوع من نوع الدراج نوع معين تكتبون اي وشنو الدراج اللي هو عنده حساسية من عنده مثلا اسبرين اي اي شي عنده حساسية من عنده انتو اكتبوه سيهتامك ديزيز رح تبدون تسالونا اول شي اي اكوايرد او كونجنتب الهارد تيزيز هل هو عنده اكوايرد او كونجنتب الهارب الصاصف يعني صار عنده مشكلة خلقية بالقلب او يعني ورما كبرانو اشي سامونا صار عنده مرض بالقلب تكتبون اي او لا هل هو خال صمام صناعي بقلبه لو مخال بلوت بريجور اذا صار عنده هايبوتينشن أو هيبوتينشن يعني ايدا ينزل ضغط هايبوتينشن Kle Sisters Z == hoch promot Franz ضغط الدم نجم تسألون البايشن والدي ام اللي هو الدايبيتس مليطس السكري تايب 1 لو تايب 2 وهل هو كونترول دا ياخذ أدوية لو ما دا ياخذ أدوية هي شي عايش حياته نشوف إذا عنده انجينة و ام اي انجينة يعني إذا بحوا ام اي يعني انسيدات تام بالشريان المغاذي للقلب فطبعا هذولا ما يصبح نهاية نتساولهم شغل إذا ما مارس التشهر على الانجينة وال ام اي اللي صاير بهم انفكشن ديزيز مثلا تيوبر كلوسس خلني نقول السل الرئوي امراض معدية تكتبون مارشن تايب اف بريزن إذا موجود تكتبون مثلا تيوبر كلوسس أبسط شي ابلبسي إذا عنده صراع ما صراع وتكتبون شلو الدراج اللي هو دا ياخذه حاليا إذا عنده رينال فيلورودياليس يعني عنده فشل كلاوي وده يسوي غسيل كلية وعنده اورغن ترانسبلانتيشن يعني مثلا خلني نقول زارع قلب زارع كلية هذا لازم نعرفه ونعرف الدوة اللي هو دا ياخذه حاليا نكتب اسمه اذا اي مرض ثاني مثلا امراض الثايرويد ما ثايرويد امراض الكلية هاي سوالة في كلها نجي هسا خلصنا خذنا المعلومات نجي تسوي لإجزامنائشن نبدأ نفحصها إستراؤورال تفحصون اللينفنودات مع اللينفنودات إنتراؤورال مثلا عنده ألصر بداخل الحلقة تيف with negative vitality يعني إستمالته مدى يستجيب يعني non vital tooth صار عنده اوكي تيف تندر توركشن تضغط بالميرور تتسوي بيركشن تضرب بالميرور عنده ألم عنده ويستينج ديزيز مثلا الأترجن الأبراجن الأروجن الأترجن من الأسنان تتأكل من وراء ضغط صن على السن والأبراجن من وراء مثلا فرشة على سن والأروجن مواد كيميائية على السن هل هو عنده missing teeth لو ما عنده missing teeth وهل هو عنده unsavable teeth unsavable teeth يعني hopeless teeth يقلعه وإذا أخذتوا أشياء OPG pre-apical تحطوها بس هاي مستحيل تقعدون تأخذون بس دقيقة تأكد شرحت هذول تمام نجي على الـ diagnosis تأخذون الـ ممكن periodontitis ممكن gingivitis ممكن مجرد calculus ممكن best staining تكتبوها التreatment plan ممكن scaling polishing بعد التداخلات جراحية وهو يأكد treatment هيا نأخذها بالنظر إن شاء الله بعد هاي يجي البيئ الدكتور يسوي لكم evaluation تقييم للك case sheet مالكم نجي على هاي plug index هاي جدا سهلة بعد كل سن تفحصوا من 4 جوانب upper تفحصوها من palataly medial distal baccal lower كل سن إذا علي calculus تقشرون علي تملون هاي الطوخوها تمام بعد ين تحسبون كل سن أنتو كم سن عدكم 32 سن دقيقة 1 2 3 4 5 6 7 8 أوكي تفحصون شك واسنان موجودة الموجودة عفو فارغ كل شي ما تكتبون عليه وما تحسبون يعني مثلا عندي 32 سن عندي قلع سنيا أعوف هذا وأجي مجرد أحسب البقية مثلا 30 سن أحسب هم وأشوف عدد السيرفيسات يعني أنا كل سن عند أربع سيرفيسات راح أحسب 1 2 3 4 هاي السيرفيسات كلها أجمعها وين أكو بلاك أو ناخذها كالسن لأنه ما أدري أكو كليات تاخذها كالسن أكو كليات تاخذها كالسيرفيس حسن فهمكم نجي هنا هنا صار عندي بلاك وهنا أنا عندي بلاك أكو كليات تاخذ هذا كالسن كامل أكو كليات تاخذ هذا سيرفيس من أصل أربع سيرفيسات يعني أنا عندي 32 سيرفيس في أربعة يطلع عدد سيرفيس صراحة نسيت ورياضات شوية ضعيفة المهم أنا عندي سيرفيسات 2 من أصل أربعة أربع سنان هنا وحدة لقينا هنا لقينا بلاك وهنا لقينا وهنا لقينا شوفوا أربع سنان بس عند فش أحسب أني أحسب بس أربع سنان على مد طلع المتوسط المين مالته فعندي كم سيرفيس هذا 1 2 3 4 4 4 16 سيرفيس عندي هاي 16 سيرفيس وكم سيرفيس عندي بلاك أش 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 أربع سيرفيس فأجي يقول 4 على 16 هذا هو المين مالته هذا بالنسبة لل first visit هذا plug index إذا يوجد inflammation للجنجبة نفس الحالة كل سيرفيس تفحصونا إذا سيرفيس بإنفكشن تشوفون أحمرار بإبليدين تقشرون عليها هذا نفس الشي هذا نفس الشي كل السن كله كامل هذا تقشرون كامل هذا مثلا أربع سنان هم نفس الpatients جاينا عنده 4 anterior tooth old age فلقيت هنا inflammation أخذ المين هنا 4 surface وهنا 4 8 على 16 تمام هذا المين مالته الجنجف هذا أول visit ثاني نفس شي تجون تسوون بس هنا عدنا شي وعدنا FI وعدنا M وعدنا PD PD هو pocket إذا عندكم pocket تقشرون على هاي الأسنان إذا عدكم mobility بالأسنان راح تقشرون على هلين يجيكم أول visit ممكن يكون calculus أكو هالسوال فممكن من تشيلون calculus ممكن يتحول mobility فتديرون بالكم Forcation involvement هالهاي pocket واصل ل Forcation Area لو مواصل وطبعا Forcation أنا ما راح أجي أشرها على أول ثلاث أسنان لأنه هي root وحدة Forcation للي ما يعرف Forcation الأسنان اللي عندهم rotat هذا المكان يسمون Forcation Area إذا هذا المكان بال probe قدرتوا توصلوا له مبين فهذا involvement مثلا خلين نقول 7 Malta وصلنا لل Forcation جبنا probe ودخل هذا probe فهذا أشر عليه أوكي هذا Forcation Area بال lower ممكن بال 6 هذا Forcation Area ممكن نهائيا ما يبين خلاص ما أكتب طبعا هذا Right Side وهذا Left Side ماشي Third Visit Best Block Index Fourth Best Block وال Fifth Best Block أوكي فصار لدينا الدوخة والتعب هذا كل بال First Visit Second Visit Second صار به Mobility وصار ب Forcation Area وال Depth Pocket Depth طبعا Pocket Depth إذا normal كش يم إذا شفتوا إذا شفتوا يقول أقشر ما يجيلي distally أقشر distally البروب ما لنشق الدخل إذا أكثر من 3-8 دخل البروب معناته عندي Pocket وإذا مثل ما قلنا Forcation Involvement أقشر على Forcation إذا لدينا Mobility أقشر على Mobility معلتنا وأظن خلاص بس خلات أكد خلاص هذا لأنه شسم Evaluation معلت الدكتور Diagnosis معلتكم خلاص تمام